يوم بعد يوم تتجه الأوضاع في ليبيا نحو مزيد من التعقيد لا بسبب الانقسامات والصراعات الداخلية فقط وإنما كذلك بسبب التنافس الإقليمي والدولي وصراع النفوذ الخارجي المحتدم على الساحة الليبية مصادر سياسية ليبيا مقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر صرحت لصحيفة العرب اللندنية بأن مسؤولين فرنسيين ألمحوا إلى دعم حفتر إذا قررت توجه نحو طرابلس لحسم الصراع الليبي عسكريا لقاء حفتر بالمسؤولين الفرنسيين جاء على هامش مؤتمر بليرمو الذي دعت إليه إيطاليا في محاولة لإيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا ذلك المؤتمر الذي على الأرجح أغضب باريس التي رأت أن روما ربما تحرز بذلك تقدما في مسعاها للإمساك بزمام بعض الأمور في ليبيا عبر التنسيق مع القوى المؤثرة في الأزمة ولذلك تحاول باريس خلط الأوراق من جديد لعرقلة المساعي الإيطالية في سياق التنافس بين البلدين الأوروبيين على النفوذ في البلد الأفريقي الغني بالنفط ويبدو أن التنميح الفرنسي وجد أذنا صاغية من جانب حفتر الذي يرى أنه الوحيد القادر على ضبط الأوضاع في البلد لا سيما أن باريس بحسب الصحيفة طلبت من بعض القوى الإقليمية دعم حفتر والترتيب لدخول طرابلس بالقوة غير أن المسعى الفرنسي يصطدم بمواقف أمريكية ترفض الحل العسكري والحلول السياسية المنفردة وتطالب بزيادة كميات النفط الليبي لتعويض نقص النفط الإيراني عقب العقوبات الأمريكية على طهران كما تصطدم النوايا الفرنسية بتشكك بعض الأطراف في النتائج التي قد يصبح معها دخول طرابلس فخا لاستدراج حفتر لمعركة مباشرة مع الكتائب المسلحة التي لا تزال قوية في العاصمة الليبية ما يؤثر سلبا على نفوذ الرجل القوي في ليبيا جراء الخسائر الكبيرة التي يرجح أن يتكبدها في معركة كبيرة كهذه في المقابل فإن رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج بدأ يحصل على تفهم أكبر لدى المجتمع الدولي منذ انعقاد مؤتمر باليرمو والتوافق على دعمه سياسيا وبدأ كأنه الخيار المناسب لاستكمال هذه المرحلة حتى إجراء الانتخابات الأمر الذي يضع مزيدا من العراقيل أمام حفتر وداعمه في باريس ويمنح السراج فرصة أخرى لتجاوز الأمر وصولا إلى انتخابات تنهي الصراع الليبي ترجمة نانسي قنقر